سلسلة من الفضائح تتعلق بأوضاع السجون الحكومية تكشف عن المستوى الذي وصلت له حقوق الإنسان في العراق كما حصل في ملفات الفساد في طعام المعتقلين وقيام إدارات السجون بإجبار السجناء على شراء المخدرات فضلا عن التعذيب الممنهج وعمليات الابتزاز التي تضاف إلى قائمة طويلة من الانتهاكات لجنة حقوق الإنسان النيابية اعترفت على لسان رئيسها أرشد الصالحي بأن السجون تعيش ما وصفها بالكارثة في ظل وجود مافيات لها نفوذ مقسم فيما بينها من ترويج المخدرات إلى عمليات بيع وشراء السجناء وثالثة معنية بالأطعمة وأخرى متخصصة بإدخال الهواتف النقالة وإتاحة شبكات الإنترنت وتشير مصادر حقوقية وشهادات عائلات السجناء إلى معاناة متواصلة بسبب عمليات الابتزاز التي يتعرض لها ذو المعتقلين من إدارات السجون حيث يدفع الأهالي مبالغ طائلة من أجل التسريع بعرض أبنائهم على المحاكم أو لمنع تعرضهم للتعذيب بهدف انتزاع اعترافات تدينهم في المحاكمات فضلاً عن الأموال التي تدفع لتزويدهم بالمواد الغذائية والأدوية والملابس بسبب قلة توفيرها من طرف إدارات السجون وتقول مفوضية حقوق الإنسان في العراق إنها تتلقى أكثر من 15 ألف شكوان من منظمات وأهالي السجناء سنوياً تتعلق برداءة الطعام وسوء المعاملة والتعذيب الممنهج فضلاً عن الإهمال الطبي وانتشار الأمراض لا سيما في السجون المكتظة بالمعتقلين وهو ما يفسر ارتفاع حالات الوفيات في السجون خلال السنوات الأخيرة وفقاً لمرصد أفاد الحقوقي النائب رعد الدهلكي وصف ما يجري في سجن الحوت بمحافظة ذيقار بأنه عمليات إبادة ممنهجة بينما قال تقرير صادر على البعثة الأممية في العراق إن فريق تحقيق تابع لها أجرى مقابلات مع 235 معتقلاً أشاروا إلى أنهم يعيشون أسوأ أيام حياتهم أثناء التحقيق بغرض انتزاع الاعترافات منهم قصراً قبل أن يرحلوا إلى سجون أخرى لينهال عليهم السجالون بالضرب بشتى الأنواع وهو ما سمته منظمات حقوقية بحفلات التعذيب خلف القضبان في العراق